من جبهات غرب تعز تشرق انتصاراتها الكبرى وتستقيم طرق التحرير أكثر فيسلكها الجيش وتتقدم فيها المقاومة الشعبية بخطا ثابتة انهارت أمامها معنويات الحوثيين وأخذت عناصرها بالفرار بحثا عن النجاة تاركين خلفهم أسلحة متوسطة وثقيلة شملت دبابات ومدرعات وأصبحت في حوزة الجيش الوطني يقاتل عصابة الحوثيين بها ويطاردهم باتجاه منطقة البرح مواصلة عملية التقدم خلال الأسبوع المنصرم كانت جبهات غرب تعز مسرحا لمعارك وعمليات عسكرية واسعة يمسك الجيش مسنودا بالمقاومة فيها بزمام مبادرة الهجوم مستخدما أسلوب المباغثة والمفاجأة بعد الاعداد والتجهيز بالاعتماد على الإمكانات الذاتية المسنودة بالجهود الشعبية الكبيرة لأبناء تعز وفي ظل غياب كامل لصلاح طيران التحالف العربي ورغم كثافة الألغام التي زرعتها عصابة الحوثيين ومع ذلك وخلال أيام الأسبوع ومنذ الخميس الماضي تحديدا وحتى اليوم فقد استكمل الجيش الوطني تحرير كامل جبهة الكدحة ليلتحم بالقوات المشتركة التي تشمل ألوية العمالقة القادمة من المخى والساحل في منطقة المشاول والكدحة ذات الأهمية العسكرية الكبيرة فهي تشكل آخر مناطق مديرية المعافر وتربطها بثلاث مديريات التعزية وأخرى هي الوازعية وجبل حبشي إضافة إلى مقبنة ثاني أكبر مديرية من حيث المساحة أي أن منطقة الكدحة تشكل نقطة التقاء مهمة وبتحريرها فقد صارت الثلاث المديريات محررة بالكامل باستثناء مناطق محددة لا تزال متبقية تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين في مديرية مقبنة ومنها منطقة البرح التي تتخذ منها مركزا لقياداتها الميدانية في جبهات تعز الغربية وعبرها يمر الخط الواصل بين تعز والحديدة تلك بداية مرحلة جديدة من الانتصارات الميدانية التي أشرقت من غرب تعز وهي حصيلة لتلاحم كبيرين بين الجهود الشعبية وأهالي تعز مع أبنائهم في المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محور تعز الذي التحمت قيادته بجنودها في الميدان وتصدرت خطوط النار كما أنها واحدة من ثمار وحدة الموقف والهدف والعقيدة وتكامل التنظيم والتنسيق بين مختلف ألوية ووحدات الجيش الوطني وبسالة الجميع في رفع الحصار الحوثي على تعز وخوض معركة الكرامة والدفاع عن الجمهورية اشتركوا في القناة